السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هيكون عن مميزات واقع الفرن بالكهرباء مش النوع ده اي نوع هو بيسوي المخبوزات المعجنات زي مثل الكيك زي البسيفورز زي الكلام ده كله اصبت بيكسير من فرن الغيز ايا كان نوع فرن الغيز الفرن الكهرباء هيبقى ان هو احسن من بصوص الهيسر اللي فيه متحت اذا شايفينه فيه اثنين واحد تحت و واحد فوق فده بيسوي الحاجات دي اصبت بيكسير من فرن الغيز دي اول حاجة تاني ميزة فيه ان هو سعر الخيص يعني الفرن ده بيبدأ من خمسمائة جنيه لحد الف او الف و نص بس تريد من خمسمائة جنيه بيبقى حلو جدا على فكرة الخمسمائية برده في نقطة ما حلوة اوي فسعر الخيص اي حد يقدر النواة يشتريه زي ما قولكم خمسمائة جنيه وده الحجم بتاعه تقريبنا ربقين لتر وكان من كده تقريب خمسمائة جنيه فيعتبر ان هو رخيص جدا يبقى رخيص ويتطيع المغبوزات حلوة اوي التواجن او الصواني لأ بتغيب جدا فيه وتطلع دي الفرن الغاز بالزبط اعيبه برده ايبين اتنين برده اول ايف فيه ان هو بياخد طبعا كهربته اشبه بكهربة الكتل اللي هو زي كده كتل المير كهربته اشبه بكهربة الكتل شوية فطبعا بنشغله ساعة او ساعة لربع او ساعتين لو في صواني فطبعا ده بياخد كهربة كتير تاني حاجة ان هو لو حد عايز اشتريه كفرن او كبوتجاز بلت ان يحط جوه حيطة او جوه دولاب او جوه دولاب او دولاب مش هينفع ان هو بيسخن جدا من الجنب جنب ده كده ومن فوق ومن الظهر بيسخن جدا فهازم يكون في مكان زي ما انتم شايفين كده في مساحات تهوية حتى هو من تحت اعمل له رجول شايفين فاهمين ازاي فده مش هينفع ان هو يكون بلت ان جوه دولاب او جوه دولاب فده اقتور برضه ايه فيه اللي عايز ان هو يشتريه وحطه جوه حاجة مش هينفع هو زي ما قلت لكم حلو جدا جدا في تسويتي الحاجات دي بس تقيوبه سحب الكهرباء كتير طب بطيئ ولا مش بطيئ دي هلا بالنسبة لي بصحة مش بطيئ حلو جدا بس عالحسب هده وقف عالحسب هتجيبوه كم وط هاتو الف وتسعمية الفين هيكون سريع معاكو وطبعا كل ما هيعالي الحرارة كل ما هيسخم بسرعة كمان هاتوه كمان دي برد حاجة مهمة اوي بيوصد 320 هيبقى احلى كمان معاكوين بصوا ده فيه من اول 50 لحد 320 فده بيبقى حلو اوي معنا لما انشغله بصوا طبعا كنت اللي قلت لتنورد قدر انه شغل فيه تحت بس او فوق او تحت مع فوق ده كمان مفقوش مروحة فيه كمان احلى واحلى اللي بيقى فيه مروحة تمام طيب فورن ويت ويل بقى 1500 جنيه وفيه كده احد ده خلساني قالي ده بيقول انه هو فيه فورن ومايكرويف مع بعض مفيش حاجة اسمها فورن مدمج مع مايكرويف بقى ده مخترقهوش هو بيبقى فورن ان الكهرباء عادي خالص فيه حرارة منخفضة زي 50 كده بنحط ده الاكل المتجمد فهو بيفك التجميل من غير ما الاكل يستوي بس هو اسم مايكرويف اللي عايز انه هو يبقى عنده الاتنين تقدر تستري فورن مثلا في حدود 600 جنيه او 700 ويبقى 1500 جنيه بقى 1000 رجبيو مايكرويف مثل مايكرويف جاك حلو جدا 20 لتر و برضه 1000 جنيه لكن ليس احد يسمى فورن ومايكرويف مع بعض لازم يبقى الفورن الواحد ومايكرويف الواحد ولكن في دلوقت مثلا فورن ديجيتال من هنا تايمر ديجيتال فورن مثلا فيه حرارة 50 فممكن يفك التجميد ولكن هم مايكرويف خلص النقوة اللي انصح به انصح بأى نوع تركي اسيل بقى اكومتيل اى نوع يكون تركي اى نوع يكون تركي اى نوع يكون تركي اشتروه ويكون فور 4 لتر ويكون في شوية وفي مروحة دا كان فيديو النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته